بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين عزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم أحبتي أينما كنتم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تراثنا لازمنا نتحدث بموضوع رسالة الحقوق وهي الرسالة التي كتبها الإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين صلاة الله وسلامه عليه وتتألف هذه الرسالة من عدة حقوق وتحتوي تقريبا على خمسين حقا ووردت هذه الرسالة في الكثير من كتب علماء مدرسة أهل البيت أوردها الشيخ الصدوق وأيضا ابن شعب الحراني وأوردها أيضا السيد ابن طاوس وأيضا أوردها في كتابه النجاش نتعرف على هذه الرسالة من خلال الحديث مع ضيف البرنامج الكريم الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد السلام عليكم سيد كمال حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله إذن في هذه الحلقة نحاول أن نتعرف على رسالة الحقوق في مقدمة ومن ثم في هذه الحلقة والحلقات القادمة بعوني تعالى نتناول هذه الحقوق ونتحدث عن بعضها بشكل ولو مختصر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله تحية لكم والمشاهدين الكرام كما تفضلتم حول رسالة الحقوق التي كتبها الإمام زين العابدين سلوات الله عليه وأنتم تعرفون الظروف التي عاش فيها الإمام سلوات الله عليه يعني الإمام عاش 33 سنة تقريبا أو أكثر بعد مأساة عشوراء بعد واقعة كربلا وفي هذه الفترة نشهد بطش النظام الإموي مصادرة الحقوق والحريات كانت ظروف حصيبة اجتياح المدينة المنورة محاصرة مكة المكرمة وقصف الكعب بن منجنيق وحوادث مؤسفة أخرى تعرفون ماذا حصل بعد أن داست الخيول فوق جسد الإمام الحسين سلوات الله عليه استبيحت الحرمات لم يبقى هناك شيء معقول أو غير معقول أي شيء مقدس له حرمات كل الحرمات امتهكت وأستباح يزيد حرمات الإسلام والإنسان في هذه الفترة العصيبة صدرت هذه الرسالة من ذات إنسانية مطمئنة من إنسان لقب بزين العابدين سيد الساجدين نعم وأشرنا في الحلقة الماضية إلى هذا المشهد الرائع من مغادرة الإمام الحسين في إحدى السنوات مكة المكرمة بعد أن ينطوى موسم الحج ونزل الإمام في إحدى محطات الطريق وصلى ركعتين وقال في سجوده بهذا التسبيح الذي عبر عنه بأنه التسبيح الأعظم وأن الله لما خلق جبرايل ألهمه هذا التسبيح وهو اسم الله الأكبر لأنه في هذا التسبيح بعد ختام هذا التسبيح أو في أثناء التسبيح كانت كل ذرات الوجود كل الكائنات تسبح تسبح نعم حتى أن الراوي يقول ففزعت والتفت الإمام بعد سجوده وخاطب سعيد ابن المسيب هذا الراوي أفزعت يا سعيد قال نعم وشرح له مضامين هذا الدعاء من هذه النفس المطمئنة من هذه النفس التي ترتبط بالذات الإلهية من الأزل إلى الأبد صدرت هذه الرسالة في هذه الظروف والديباجة تبدأ بهذه الأسطر لدلال على أهمية هذه الرسالة اعلم رحمك الله إن لله عليك حقوقا محيطة فبكل حركة تحركتها أو سكن سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق إذن أمامنا هذه الرسالة وتستند في الأصل والأساس والمحور إلى حق الله تعالى وهو أكبر الحقوق وهو الأصل مؤول الحقوق نعم مؤول الحقوق أصلها وإليه إلى هذا الحق ترتكز بقية الحقوق في اكتسابها لأحتبار لأنه عندما يتجاوز الإنسان هذا الحق لا تبقى قيمة لسائر الحقوق الأخرى ولذلك التركيز في آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على تقوى الله سبحانه وتعالى حتى تتسرسل هذه الحقوق لم يأتي اعتباطا أبدا يعني هو الإمام يقول ومنه تفرع الحقوق الأخرى تتفرع منه الحقوق الأخرى وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع ثم أوجبه عليك لنفسك إذن نحن أمام هذه الرسالة بهذه المضامين ومن الطبيعي أن الحقوق عندما نتحدث عن الحقوق نحن أمام مسؤولية الإنسان في الوجود الإنسان كائن مسؤول تارث أن تكون المسؤولية أمام نفسه وتارث أن تكون أمام الآخرين نعم نعم المسؤولية عندما الله سبحانه وتعالى منح الإنسان الحرية منحه في نفس الوقت أوجب عليه المسؤولية الواجبات الواجبات نعم لأنه عندما يكون له خيار عندما تكون له حرية ولذلك الإمام صلى الله عليه يقول للإنسان يخاطب الإنسان المسلم أو الإنسان بشكل عام لا تكون عبده غيرك وقد خلقك الله حرة نعم وإذن الحرية هي حق طبيعي لأنه في الحقوق عالم الحقوق هناك حقوق طبيعية وهناك حقوق وضعية الحقوق الطبيعية مثل الحرية والكرامة نعم حق العيش وحق العيش نعم وحق الحياة هذه حريات طبيعية هذه حقوق طبيعية الحقوق الوضعية ما يسنه البشر لتنظيم شؤونهم الحياتية وهذه الرسالة وإن جاءت في إطار أخلاقي لكن ممكن للدولة والمؤسسات التربوية أن تحول هذه المواد الأخلاقية إلى مواد قانونية هذه الرسالة أستاذ كمال هي عبارة عن شبكة علاقات الإنسان تارة بربه ومن ثم بنفسه والمجتمع لأنه الكائن الإنساني الشخصية الإنسانية في الحقيقة ترتكز إلى ثلاث دعاء العقل الروح الأخلاق العقل والروح والأخلاق الروح يتعامل به الإنسان مع عالم الغيب مع الخالق تبارك وتعالى بما يملك منطاقات روحية والعقل يتعامل فيه مع الطبيعة بما يمتلكه من قدرات عقلية والأخلاق مع المجتمع والآخرين بما يجتمل عليه من طاقات أخلاقية الدعائم الشخصية الإنسانية ترتكز إلى هذه الدعائم الثلاث العقل الروح الأخلاق وبما أنه نحن نعيش في أزمة أخلاقية العالم كله يعيش أزمة أخلاقية ولولا مسألة هذا الجانب لكانت الحياة أكثر يسراً أكثر سهولةً أكثر طهراً أكثر طمأنينةً وسلاماً يعني لعم السلام لأنه التزام بالحقوق معناه أنه لا يوجد حالة من العدوان بينما عالم المعاصر أو حتى في التاريخ نشهد هذه التجاوزات هذه الاحتداءات هذه الحروب كلها عبارة عن قوم أو شعب أو دولة أو تمتلك قدرات عسكرية وتشن حروب لأطماع توسعية نعم النظام البعثي في العراق شن حرباً ظالمة ضد الجمهورية الإسلامية الفثية وفرض عليها هذه الحرب مدة ثمان سنوات صحيح كلها من وراءها أطماع توسعية نعم وتجاوز على حقوق الآخرين إذا عالش العالم هذا النظام الحقوقي معناها تنعدم الحروب تنعدم ملظومة الآخر وكل لسان يعيش حقاً لأنه مسألة الحق مسألة حساسة الإمام يقول صلوات الله عليه الإمام أمير المؤمنين يقول الحق أكثر شيء أكثر وسعة في التواصف يعني أوسع شيء في التواصف أوسع شيء في التواصف هو الحق تستطيع أن تتحدث عنه بغزارة طيب لكنه أضيق شيء في التناصف عندما في تطبيقه في تطبيق يعني عندما تبدأ حقوق الآخرين معناها أنه الحد من حرية الحريتي لأنه تبدأ حرية الآخر يعني اليوم هذا في ظل الظروف التي تعيشها الإنسانية اليوم نسمع هناك مؤسسات حقوق الإنسان حقوق الطفل ولكن كل هذا تبقى مسميات يعني لا نجد حالة عملية حقيقية حبر على ورق لهذه المؤسسات هذا الإعلان العالمي حقوق الإنسان الذي ينهض على الحقوق الطبيعية حق الحرية حق الحياة حق التعبير حق التعبير هذه حقوق طبيعية وليست وضعية ومع هذا هناك تجاوزات يعني النظمة الدكتاتورية تصادر حرية الإنسان تصادر عيشه الكريم يعني نحن عيشنا هذا جيلنا على الأقل عيشنا حياة بطش وظلم وكبت للحريات في ضل نظام البعث المقبور نعم الإمام صلوات الله عليه الإمام أمين المؤمنين يقول الحق أكثر شيء في التواصف أوسع شيء في التواصف وأضيقها في التناصف في التطبيق نعم لأنه لا يجري على أحد إلا جرى عليه يعني عندما يأتي الحديث عن حقي أنا يأتي أيضا الحديث عن الحق علي طيب يعني هناك حق وهناك واجب جميل والاستثناء الوحيد هو الله سبحانه وتعالى لأنه لقدرته على عباده وإيضا لعدله في في خلقه نعم لأنه عادل ولأنه قادر وقدير الوحيد الاستثناء الوحيد هو الله سبحانه وتعالى وإلا هو يجري لكل أحد ويجري عليه أيضا في نفس الوقت هذه الحقوق والحقوق المتبادلة الحق والواجب والواجب نعم نعم طبعا تعريفات الحق كثيرة جدا وواسعة كما وصفها الإمام الله سبحانه وتعالى هو الحق فذلكم الله الحق جل وعلا وأيضا تأتي بمعنى المخلوق ما خلق الله ذلك إلا بالحق أو معنى انطباق العقيدة على الواقع فهدى الله الذين آمنوا لمختلف فيه من الحق وهكذا نجد تعريفات كثيرة للحق أيضا نجده بمعنى الملكية أو الاختصاص يعني مثلا المؤجن له حق بالتصرف بما استأجره حق المال وكأنه يكون صاحب المال أحسنت نعم وهنا هناك طبعا فروق بين الملكية والحق لكنها لا تستطيع تضح حدا فاصلا حتى أن البعض يذهب إلى أنه الحق يعني المالكية إلى هذا الحد من كثرة اندماج بين الحق والمالكية والملكية وتأتي أيضا لقد حق القول على أكثرهم نعم وكثير تعريفات الحق حقيقة يعني عالم واسع جدا نعم في هذه المسألة لكن ما ما يقابل ما يقابل الحق هو الشعور بالمسؤولية كل نفس بما كسبت رهينة نعم وأيضا لا تسألن تسألن يومئذ عن النعيم وأيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي ذا الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون حتى هذه ظهر للأسف الشديد لا يدرك الإنسان بوضوح يعني هناك وشيجة هناك علاقة قوية جدا بين تصرفات الإنسان سلوك الإنسان و انعكاساته في الطبيعة نعم لكن هذا الإنسان لا يدرك يعني على سبيل المثال عندما يعم الظلم هناك روايات تتحدث عندما يعم الظلم تكثر الزلازل ما هو الرابط ما هي الآصرة ما هي العلاقة بين الظلم وانتشار الظلم بالزلازل وهذه ظاهرة طبيعية نعم وحتى تكون في مسألة الأوبع الأوبع ما نشاهده اليوم بعض يتحدث عن فيروس كورونا صحيح صحيح لكثرة التجاوزات لكثرة الذنوب والمعاصي ظهر هذا الوباء وكثيرون عادوا إلى الله سبحانه وتعالى تابوا أنابوا إلى الطريق إلى الجادة بسبب هذه الظاهرة لأنه تذكرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى طبعا ظهر الفساد في البر والبحر هذه أعتقد إشارة واضحة وجلية إلى ارتباط السلوك الإنساني وانعكاسات على الطبيعة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يتفكرون لعلهم يتأمنون لعلهم يثوبون إلى رجدهم بسبب هذه العكاسات الطبيعية لعمل الإنسان وذلك في الروايات يعني في ورد في المقاتل في خطبة السيدة زينب الكبرى صلى الله عليه عليه نعم أفعجبتم أن مطرت السماء دمًا عبيضة لأنه أصحاب المقاتل تقريبا بالإجماع يسجلون هذه الظاهرة نعم أنه احتزت الأرض يعني هناك حزات أرضية بعد هذه الجريمة بعد ارتكاب الجريمة واضلمة الأجواء حتى أن بعض جنود العدو ظنوا أنه يوم القيامة وأمطرت السماء دمًا أنا شخصيًا في تحديدًا في يوم 8 نيسان طيب 1980 كنت حينها في ضواحي كركوك في منطقة تدعى كيوان وهي منطقة نفطية طيب وفي هذا اليوم أعتقد بعد الظهر أو في الظحى تكاثفت الصفرة غبار أصفر طيب ثم تحول لونه إلى أحمر شديد الحمرة وتعذرت الرؤية لأربع أمتار أو أكثر أو أقل يعني تكاثفت تكاثفت الغبار الأحمر بشكل رهيب وخيف حتى أن البعض بعض الأخوة المؤمنين صلوا وعدوا صلاة الآيات وكان هناك شخص أيضا أعتقد كان في الأربعين من عمره تساءل أتراهم قتلوا سيدا الله وظهر فيما بعد أنهم قتلوا سيدا وحصورا وهو سيد الشهيد محمد باقر الصدق في هذا اليوم تم قتلي رميا بالرصاص وذكرت كثير من الروايات على أنه الذي أطلق الرصاص هو كان الطاغ يسدام وعلقت الكاتبة المصرية صافيناس كاظم وكانت في بغداد أعتقد كانت تدرس في جامعة بغداد يومها لديها كراس تحت عنوان يوميات بغداد ذكرت هذه الحادثة و انهيار الخطوط الحمراء هكذا عبرت لم يبقى هناك شيء معقول أو غير معقول لأنها العبرت عنها بظاهرة كونية يعني بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدق بهذه الطريقة الفجيع المؤسفة نعم لم تبقى حرمة في هذا البلد كل الحرمات مستباحة أمام الغازي صدام ولذلك بعد هذه بأشهر شن النظام نظام طاغي صدام حربه الظالمة على إيران الإسلام والتي استمرت إلى ثمان سنوات وتعرف كم راح ضحيت لم تبقى هناك أي حرمة نعم هذه الجريمة كان لها هذه العكاسات الكونية الظاهرة الطبيعية التي شهدتها بنفسي حقيقة وحتى يعني شعرت بالخوف شعرت بالخوف شديد قلت لك أنه صلى البعض صلاة العيات لهذا الإحساس هذه المشاعر للخوف فهناك أيضا ارتباط نستطيع أن نقول عضوي بين تصرفات الإنسان سلوك الإنسان وما الظواهر الطبيعية نعم فما نلاحظه من هذه الظواهر من سيول من زلازل قطعا لها علاقة بتصرفات الإنسان بسلوك الإنسان بالجرائم التي يرتكبها الإنسان بإنعدام الحقوق بالتجاوز على حرمات الإنسان وكرامة الإنسان وذلك الإمام زين العابدين لديه هذا التصريح لا يحل للمؤمن أن يكون ذليلا أو لا يحق للمؤمن أن يكون ذليلا نعم أيضا الإمام صلوات الله عليه الإمام من المؤمنين لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرة وهذه المنظومة هي بالأساس مطلوبة تنظيم حياة البشر نحن بأمس الحاجة إلى هذا الوحي أن يعني الإنسان حقوقه أن تكون هناك دولة ترعى هذه الحقوق أن تكون هناك مؤسسات تربوية تعمل على تفعيل هذه الرسالة بالذات لأنها صادرة على الإنسان معصوم معصوم صلوات الله عليه وجاءت دقيقة جدا وشاملة تتألف من خمسين مادة حقوقية هذا رقم كبير جدا لأنه في تفاصيل تفاصيل كثيرة إذن هذه مسؤولية نحن حتى أمام القلب لدينا مسؤولية أمام البصل لدينا مسؤولية أمام السم جميل إن البصرة والفهادة كله نعم إذن خلي أذهب بعد الفاصل نناقش هذه الحقوق بقدر ما يصبح به الوقت مشاهدي أكارم فاصل ومن ثم أن نعود إليكم تحييلكم مشاهدي أكارم وحييكم في القصة الثانية من حلقة هذا اليوم وحيي ضيفي الكريم الأستاذ كمال السيد أستاذ كمال رسالة الحقوق هي عبارة عن تنظيم قوانين وحياة الفرد ومن ثم المجتمع ولكن للأسف الشديد اليوم الكثير من من يجهل هذه الرسالة وما تحتويها من حقوق وواجبات ولذلك نجد المجتمعات برموتها ليست المجتمعات الإسلامية حصرا وإنما كل العالم هناك الانتهاكات وهناك حالة الظلم وحالة التعدي على حقوق الآخرين هو نتيجة لعدم فهم هذه الحقوق والواجبات وبالتحديد نحن كدول إسلامية هذه الحقوق والواجبات يجب أن تدرس للتلامذة بدءا من المراحل الابتدائية الأولى ومن ثم تكبر شيء فشيء فتترسخ هذه الحقوق والواجبات في أذهان الطلبة من المقصر اليوم في نشر كلام ورسالة الإمام الحقوق رسالة الحقوق لإمام زين العبد سلام الله عليه وتحديدا وكلام إمام معصوم وليس بشخص أو رجل عادي كما تفضل ثم أزمة الحقوق هي أزمة عالمية حقيقة وهناك التجاوزات التي لا تعد ولا تحصى على كرامة الإنسان على حريات الإنسان والظلم في كل مكان على منتشر في كل مكان يشتد ويخف مكان إلى آخر هذه الحروب والتجاوزات اليوم في يمن وفي سوريا وفي غيرها نتيجة عدم جهل بالحقوق وبالواجبات وبالتالي هذه الشعوب يجب أن تعيش بحرية وبكرامة ولكن الآخر يجهل هذه الحقوق لهذه الشعوب عادة ما تجنح الأنظمة الدكتاتورية إلى تجهيل الناس تجهيل المجتمع بحقوقهم طبيعية في العيش وفي الحرية وفي الكرامة والكرامة نعم وهي أبرز حقوق الإنسان هي حرية الكرامة حرية الحرية والكرامة الإنسانية لكنها كلها ترتكز يعني هذه رسالة الحقوق التي تشتمل على خمسين مادة حقوقية ترتكز إلى حق الأصل هو حق الله الأكبر نعم وذيباجة ذيباجة الرسالة تذكر هذه المسألة وتركز عليها لأن الأصل هو حق الله تعالى ومنه تتفرع سائل الحقوق وتكتسب احتبارها هذه الحقوق جاءت بالفطرة أيضا في داخل الإنسان ولكن لا يعرف بها أستاذ كمال نعم هل يجب الفطرة من جبه الإنسان يجبل على هذه الحقوق في داخره هو يشعر بإرادته كإنسان ككائن يشعر أن لديه إرادة مستقلة لكن هناك من يصادر حتى من عندما يتعرض الآخرين إلى الظلم قد يكون بسببه أو بسبب الآخر سننكر هذا الفعل نعم هذا شيء بفطري بالفطرة بالفطر يدرك إذن هذا حتى حديث النبي العظم صلى الله عليه وآله حب لأخيك ما تحب لنفسك أيضا يدخل في هذا النظام في تنظيم هذه الحقوق في تنظيم هذه الحقوق لأنه أنت لديك حق وعليك واجب إزاء الآخر لأنه حرية حق الآخر يحد من حريتك ويحد أيضا من حقوقك يعني نظم حقوقك لأنه تنظيم توازن حالة من التوازن والتناغم الآن التعريف المعاصر أنه حالة من التوازن والتناغم في الوجود نعم وهذا معنى لا يجري على وكل يشترك هذه الحرية إلا جرى عليه نعم الإمام يعبر أنه لا يجري على أحد إلا جرى عليه نعم لأحد فهناك حق هناك واجب وحق الله الأكبر أن تعبده لا تشرك به شيئا هذا هو حق الله الأكبر والإمام سين العابدين يقول فإذا فعلت ذلك بإخلاص نعم جعل لك على نفسه أن يكفيك أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها يعني الإنسان لو يطمئن إلى هذا الكلام وهو كلام صادر على الإنسان معصوم حقيقة لا ينطقوا عن الحواء نعم أنه تعبد الله لا تشرك به شيئا ولذلك البرنامج التعليمي كما ورد عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم البرنامج التعليمي الذي اعتمده النظام العموي هو أن السماح بتعليم الإيمان السماح السماح هناك حرية لتعليم الإيمان فسح المجال أمام تعليم الإيمان للناس لكنهم منعوا وحضروا تعليم الشرك توضيح مسألة الشرك لأنهم ما المصادق التي تؤدي إلى الشرك أحسد لأنهم يخافون أنهم كانوا يريدون حمل الناس حمل المجتمع على طاعة النظام العموي فإذا تعلم تعلم المجتمع أن طاعتهم شرك بالله سبحانه وتعالى يعني من مبدأ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق في معصية الخالق نعم أحسنت إذن لو ترسخ هذا المفهوم عند المجتمع ولذلك الإمام الصادق يذكر هذه الملاحظة أن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا لهم تعليم الشرك لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه و يعلق الفيض الكعشاني على هذا الحديث في شرحه في كتابه الشافي فيقول أنهم لحرصهم على إطاعة الناس لهم أو إياهم اقتصروا لهم على تعريف الإيمان ولم يعرفوهم معنى الشرك لكي إذا حملوهم على إطاعتهم إياهم لم يعرفوا إنها من الشرك فإنهم إذا عرفوا إن طاعتهم من الشرك دم يطيعهم وهذه المسائل يعني كان يعيها النظام الاموي وكل النظمة الدكتاتورية تعي هذه الحقيقة ولذلك هناك يعني مع مطلع حكم حزب البعث في العراق وضع نفسه على النقيض مع الدين وبدأ يحارب الظاهرة الدينية وأطلقوا على هذه الظاهرة الرجعية أو الفكر الرجعي دائما كانوا يطبلون للتقدمية وينددون بالرجعية وطبعا قصدهم ومرادهم من الرجعية هو الفكر الديني كانوا يشجعون على الفكر القومي وحتى على الفكر الإلحادي أيضا حتى على الفكر الإلحادي كانوا هناك تشجيع مبطن لأن العقبة الوحيدة التي تقف أمامهم في ترويض المجتمع العراقي هو الدين وخاصة في ثقافة عاشورة ولذلك حاربوا هذه الثقافة بقوة واستقدموا أساليب البطش والقتل لأن الإمام الحسين صلى الله عليه أعلنها في ظهيرة عاشورة هي هات من الذلة إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا براما والكرامة الإنسانية حق حقوق طبيعية للإنسان الحرية حق من الحقوق الطبيعية للإنسان والظلم طبعا هو تحديد الحريات وقمر الحريات مثل ما هو أيضا ضد الكرامة الإنسانية والإمام سين العابدين لا يحل للمؤمن أن يكون ذليلا أو لا يحق للمؤمن أن يكون ذليلا الإمام المؤمن يقول لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا يخاطب الإنسان طبعا هناك خطاب صادر عن شخص يخاطب فيه الطغاة أو الإقطاعيين ذو النفوذ يقول لهم متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارا أو ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذا طبعا خطاب أنا أعتقد ناقص والخطاب الصحيح هو يخاطب نفس الإنسان نفس الإنسان هو المعني لا يخاطب المستكبرين أو المتكبرين أو الطغاة لأنهم ليسوا من المعنيين بهذه المشكلة الإنسان هو الذي يسمح لنفسه أن يستعبد من قبل الآخرين إذن المشكلة تحل من خلال نفس الإنسان المقهور لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرة ولذلك هو يفضل الموت على أن يعيش ذليل ذليل نعم لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برامة ولذلك وجد نظام حزب البعث المقبور نفسه على النقيض من ثقافة عاشراء ولذلك حاربها بشدة نعم وأصبح الإمام الحسين هو رمز للحرية والكرامة الإنسانية مثل ما كان النظام البعثي المقبور رمز للحكم أو النظام الإمووي يعني هذا الرسالة رسالة الحبوب أستاذ كمال نستطيع القول بأنها انبتقت من عاشراء لأنها تنطبق بالتأكيد مئة بالمئة مع ما أرادها الإمام الحسين ومع هذه المظامين ومعاشراء نعم هذه المظامين وبالعبودية لله ومن ثم تطبيق هذه النقاط لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حر نعم وهي هات من نذل يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجورا طابت وطهرت نعم مسألة الحق ترتقي إلى هذا المستوى لكن متى تأخذ فاعليتها ونفوثها وتأثيرها في النفس الإنسانية عندما يتربى نعم والحجر الأساس في هذه هو تقوى الله سبحانه وتعالى والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى بعيدا عن كل أشكال الشرق بالله تعالى نعم إنه أنت النبي صلى الله عليه وآله من صلى رياء فقد أشرك هذا الشرق بالله من صلى أحد بصاديق الشرق بالله حل مصاديق هذا شرق صحيح من حج رياء أيضا أشرك بالله من استعانى بغير الله أشرك أشرك بالله من يرى أن فلان يرزقه فلان يطعمه فلان هذا أيضا نوع من من حالات الشرق الخفي لأن الشرق يدب كالنمل ليس الشرق العلني هذا لا يقول في الشرق العلني نعم الشرق الخفي طبعا نعم وهو يدب دبيب النمل على الصفة الصفة يعني الصخرة الملساء الناعم الملساء وهذه لا يصدر عنها أي صوت نتيجة الاحتكاك إلى هذا الحد يبلغ الشرق الخفي في دبيبه ونفوذه داخل النفس الإنسانية وهذا التركيز أنه أنت إذا عبدت الله مخلصا لم تشرك به الله سبحانه وتعالى سوف يكفيك يتكفل برزقك برزقك ويكفيك الدنيا والآخرة ويحفظ لك نعم يعني نؤمن لك حياة في الدارين حياة كريمة في الدارين في الدنيا والآخرة والآخرة هي المستقبل الحقيقي للإنسان وما حياة الدنيا إلا لهو ولعب ودار امتحان وليس بدار قرار وابتلاء وهي عبارة عن مزرعة للآخرة الدنيا مزرعة الآخرة ومن لا دنيا له لا آخرة له لأنه العمل في الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نعم وهذه فلسفة الحياة وعلى الإنسان أن يعي معاني الحياة معنى الحياة الدنيا وإنها مزرعة للآخرة أنها دار ممر وليست مقر وبالتالي علي أن يعرف ما له وما علي وهذه هي منظومة الحقوق في رسالة الإمام رسالة الحقوق لإمام زين العابدين تنظم حياة الإنسان فرديا واجتماعيا لأنه الحقوق حقيقة عالم واسع جدا لأن هناك حقوق فردية وهناك حقوق اجتماعية هناك حقوق طبيعية وأشنا إلى أمثلة الحرية والحياة وهناك وضعية القوانين التي يطعها الإنسان تنظيم هذا القوانين هناك حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى إنسان عندما يسرق عفوا عندما يزني هذا يترتب عليه نعم هذا حق لله سبحانه وتعالى خالص وهناك حقوق مشتركة للناس ولله مثل السرقة عندما يقضف توزيع الاتهامات قذف الإنسان بالاتهامات باطلة يترتب عليه حق لله سبحانه وتعالى حق للإنسان المتهم الذي هو تعرض للاتهام الباطل نعم حقوق مشتركة إذن هناك حقوق لله سبحانه وتعالى هناك حقوق للناس وهناك حقوق مشتركة لله وللناس وهناك هناك حقوق حتى في نفس الإنسان في نفس الإنسان في بصره في نظره في سمعه في هذه الجوارة وحتى حق اليد حق الرجل حق البطن كثيرة الحقوق لا يتظهر الإنسان هو ملك نفسي يعود لرغباته وشهواته أبدا يعني حتى هذه الساق حتى هذه الرجل لا يحق لك أن تذهب إلى معصر يوم تشهدوا أيديهم ورجلهم تشهد عليهم ينطقهم الله سبحانه وتعالى إذن حتى أمام هناك حديث قدسي أتصور أن اللسان في الصباح العفوني جوارح جوارح اللسان في الصباح تخاطب اللسان تقول له اتق الله فينا يا سبحان الله لأنه باللسان يشتم باللسان يستغيب باللسان يتهم بداية انتهى كاتر حقوق تبدأ من اللسان نعم حتى أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه رضوان الله تساءل عندما تحدث النبي صلى الله عليه وعاله عن الجرائم التي يقترفها لللسان أو الأعمال التي يقترفها الإنسان فقال أو تساءل هل نؤاخذ حتى على الكلام على اللسان على الحديث قال ثكلتك أمك أن أكثر أهل النار يعني يدخلون النار من وراء هذه من وراء اللسان يا سبحان الله والعياذ بالله وها الحقيقة يعني لأنه اللسان هو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهه ويأب الله ويأب الله نوره ومعنى هذا رمزية طبعا هذا المشهد رمزي تصوره الآية لأنه الأنظمة الدكتاتورية الأنظمة الكافرة الطغاة بكلامهم بأبواق أبواق الأعلامية بوسائل إعلامية بالدعايات بالصحف والمجلات والقنوات تحاول أطفاء نور الحقيقة من خلال هذه البرامج الإعلامية والتعتيم والتشويش على الحقيقة ونشر المغالطات المصيبة في اللسان والمصيبة في العين أيضا العين أيضا نعم هناك عبادة العين شدت جوارح عند النظر إلى وجه العالم عبادة من ذكريات بعض المواردة في بعض المدونات التاريخية المعاصرة حول سيرة الإمام الخميني رضان الله رضان الله عليه يقول عندما أرى وجه سيد يوسف الحكيم رحمة الله يذكرني وجهه بالآخرة يذكرني وجهه بالآخرة وأيضا هناك شاب مهندس لجأ إلى ألمانيا طيب لماذا؟ لأنه قدر له أن يقابل صدام وجهة الوجه فلما رأى وجهه فكر في اللجوء إلى ألمانيا لأنه وراء وجها مخيفا فيه صفر شديدة فيه خاصة بريق عينيه يعني إنسان يفكر باللجوء من وراء رؤيته لوجه كالح كوجه الطاغية صدام وهناك وجه يذكر بالآخرة نعم يرفعك ويتسامى بك روحيا عندما تنظر إليه يعني تكتسب طاقة إيجابية كما يفعل صحيح العين أيضا نعم العين النظرة العياذ بالله إلى محارب نعم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور نعم وفي التفسير في التفسير حول خائنة الأعين إنك تنظر جانبيا يعني كأنه يسترقب نظر كما يسترقون السماء نعم أنت تنظر أمامك نعم لكنه الحدقة أو البؤب يتجه جانبيا نعم يعلم خائنة وهي رمزية طبعا صحيح يعني النسان محسوب سكناته لأنه في ذي باجة رسالة الحقوق أنه النسان يحاسب على حركاته وسكناته هذه كلها محسوبة نسل الله اللطفة بنا وعلى الإنسان ينظم حياته وفق معايير الحق والباطل الواجب ومعرفة واجبات أو حقوقنا وحقوق الآخرين مسؤوليتنا تجاه الآخرين وهذه المهمة جدا المسؤولية الشعور بالمسؤولية وخاصة في داخل المجتمع بحد ذاته يعني مسألتنا من حق الناس كما نسمع كثيرا من حق الناس هناك التجاوزات التي تحدث من أفراد يعني قد يكون في حالة من الجهل هو يجهل هذا التجاوز وما له من تأثيرات على حقوق الآخرين أيضا حتى مسؤولية ترشيد المجتمع نعم يعني أنت عندما تذكر كلمة أو تطلق مقولة يجب أن تحسب كلامك كلماتك تحسب إذا هممت بأمرين فتدبر عاقبتك فتدبر عاقبتك نعم يقول النبي صلى الله عليه وعلي صلى الله عليه وعلي شيبتني بسورة وهود لأنه التحمل المسؤولية الشعور المسؤولية إذا هداية المجتمع هداية الأمور هداية الآخرين نعم مسؤولية كبيرة تشيب الإنسان المسؤول فكيف فما بالك بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه صلى الله عليه نعم إذا نقاط الرسالة في الحلقات القادمة نستعرضها أستاذ كمان لم يقل من قلدية الوقت الكتاب من الوقت ولكن الحقوق بدءا من الحق الأول نستعرضها حتى نصل إلى الحق الخمسين في الحلقات القادمة إن شاء الله إن شاء الله نحاول نسمح الوقت بإذن الله شكرا جزيلا نعم مشاهدين أكارم إذن تابعونا في حلقات هذا البرنامج لنستكبل هذه الحقوق التي جاءت في رسالة الحقوق للإمام السجاد سلام الله عليه إلى الأسبوع القادمة نستودعكم الله وفي رعاية الله وحبطه أحسنتم أستاذ كمان